اشتركوا في القناة بحاجة لتحليل إلى عوامل إن شاء الله منحكي عنها فيما بعد لما نحكي كلمة مقدار جبري يبقى المقدار الجبري في جواته أكتر من حد جبري وقد يكون حد واحد لكن الحد الجبري نفسه لازم يكون فيه متغير متغير يعني حرف على الأغلب الحروف اللي دائماً منتعامل معها اللي هي الـ X والـ Y اللي كانت في المنهاج القديم السين والصاد السين صارت عندنا X والصاد صارت عندنا Y لازم نلاقي حرف واحد على الأقل حتى نقدر نسمي مقدار جبري أو حد جبري على الأقل نقول يا رب بسم الله الرحمن الرحيم العمليات الحسابية على المقادير الجبرية المتغيرات ففي أول مثال بيحكي لي يحدد المعامل والمتغير والأس لكل مما يلي المعامل اللي هو العدد اللي بينكتب على يسار المتغير المتغير اللي هو الحرف نفسه الأس هو عبارة عن العدد الصغير اللي بينكتب فوق الحرف فكمان مرة يتكون الحد الجبري من المعامل والمتغير والأس مثلا أنا كتبت خمسة X قوة 3 في هاي الحالة مين المعامل؟ المعامل اللي هو هذا العدد اللي هو خمسة ويشمل المعامل الإشارة بعده يعني أنا ما بيصير أحكي والله إنه خمسة لحال هي المعامل بدي أكون عارف ضمنا إنه إشارة الخمسة هي الموجب فإذن المعامل هو الخمسة التي إشارتها موجبة والمتغير اللي هو الحرف تبعنا اللي هو X والأس تبع المتغير اللي هو عبارة عن 3 افترضوا مثلا أنا كتبت حد جبري تاني Y قوة مثلا خمسة وسألت حالي بدي أحدد المعامل والمتغير والأس هلأ المتغير نبين وي والأس نبين اللي هو خمسة طب والمعامل اللي ملوش معامل شو معامله معامله واحد في هاي الحالة منقول إنه المعامل قيمته واحد طب بلاشو تعالوا نشوف حد مثلا مثل 3X المعامل تبعها 3 اللي هو إحنا عارفين إنه موجبة والمتغير اللي هو X طب والأس اللي ملوش أس أسه كم أسه واحد في هاي الحالة منقول إنه المعامل 3 المتغير هو عبارة عن X والأس هو عبارة عن واحد طيب واحد كتب لي حد جبري Z الزد هاي منصفوضها Z تعالوا نشوف المتغير نبين معنا هو Z طيب شو المعامل تبعه اللي ملوش معامل شو معامله واحد والأس تبعه أيضا عبارة عن واحد لازم الطالب يكون عارف يا جماعة الخير المتغيرات هاي كولياتها لأنه لابد إنه نستخدم جمع طرح ضرب قسمة عليها فبالتالي لازم نكون عارفينها قبل ما نبدأ نطبق عمليات الجمع والطرح والقسمة والضرب عليها افترضوا أنا كتبت مقدار جبري المقدار شو اللي بيميزه عن الحد إنه المقدار أكتر من حد الأمثلة اللي كانت قبل شوي كنت تكتب حد واحد لكن مثلا طلعوا لي 2X تربية مثلا ناقص Y أس خمسة زائد X لحال كم من حد جبري عندي هون؟ هذا المقدار الجبري في جواته 3 حدود جبرية يا جماعة ننتبه الحد الجبري المعامل بشمل الإشارة يعني أنا لما أسأل الحد الجبري الأول اللي هو 2X تربية قديش قيمة المعامل فيه؟ منقول 2 شو المتغير X اللي أسه كم؟ 2 هذا هو الحد الجبري خلينا أخذ ألم تاني هذا هو الحد الجبري الأول اللي هو اسمه 2X تربية وينتهي بانتهاء خلينا نحكي الحد لكن إشارة السالب هاي مش لإله لو واحد سألني إشارة السالب هاي للإثنين X تربية ولا للY قوة خمسة بقول له لا والله هاي للY أس خمسة إذن الحد الجبري التاني هو عبارة عن سالب Y قوة خمسة وقف لأنه الموجب هاي مش لإله الموجب للي وراه فنيجي للحد الجبري التاني اللي اسمه سالب Y قوة خمسة ومتغير Y اللي اوس تبعe إلى Y خمسة طب و المعامل تبعه اللي ملوش معامل معامل واحد آمنا بالله بس أنا ما خحكي أنه معامله واحد هقول إنه معامله سالب واحد لأنه سالب هاد لإله مش للحد الجبري اللي قبله إذن سالب Y قوة خمسة المعامل هو سالب واحد المتغير Y والأس خمسة تعالوا للحد الجبري الأخير موجبها تشمل هذا الموجب مشمول في الحد الجبري والله شو المعامل موجب واحد شو المتغير X وشو الأس واحد طيب تعالوا نشوف هذه الأسئلة بيقول لي في هذه الأسئلة حدد المعامل والمتغير والأس المعامل هون يا جماعة الخير هو سالب ثلاث المتغير تبعي هو X والأس هو عبارة عن تنين تعالوا نشوف هذا بدي أشوف المعامل تبعه واللي ملوش معامل شو معامله واحد طيب وشو المتغير تبعي هون هو عبارة عن Y طيب وشو الأس الأس عبارة عن ثلاث كتير بيهمني إنه الطالب يكون عارفها انتبهوا يكون عارف معامل هذا المتغير المتغير نفسه والأس تبعه لا قدام شوي هلا لما بدنا نحكي عن الجمع والطرح لازم ألاقيهم نفسهم حتى أقدر أجمعهم تعالوا نفسر هذا الكلام اللي منحكيه خلينا نحكيه في تجميع الحدود الجبرية المتشابهة لازم يكونوا المتغيرات نفس النوع ونفس الأس نفس النوع ونفس الأس الأس اللي هي الدرجة حتى أقدر أجمع وأطرح أنا لما أقول تجميع الحدود الجبرية ما بقصد فيها الضرب والقسمة تجميعها يعني نجمعها مع بعض بدل ما هي فلت كل واحدة لحال نجمعها مع بعض ونكتبها بأبسط صورة قبل ما أبدأ بهذا الدرس لو واحد أجمع ما عليش سامحوني على المثال هذا بس لو واحد أجمع لكم بقدر أجمع ست برتقالات مع تلت تفاحات وأقول ستة زائد تلات يساوي تسعة طب تسعة إيش؟ تسع برتقالات ولا تسع تفاحات؟ ما منقدر نحكي هيك الست برتقالات لحال والتلت تفاحات لحال واحد اشترى مثلا من محل الخضار والفاكهة وهو في الطريق المزع الكيس لم لمهم حطهم هيك مع بعض فاطلع معا ثلاث برتقالات خمس تفاحات ست برتقالات عشر تفاحات لما نقعد نقول أديش مجموع البرتقال والتفاح بقول بجمع البرتقالات مع بعض وبجمع التفاحات مع بعض ما بطلع لي أجمع خمس برتقالات مع عشر تفاحات وأقول خمستاش أو مثلا واحد معا دينارين وإيجا واحد أعطاه 75 قرش دينارين و75 قرش ما بقدر أقول إنه معا 77 أنا كيف بدي أجمع نوعية نوعية الدنانير اللي هي 2 مع نوعية القروش اللي هي 75 اللي 2 ما بتنجمع معا 75 2 زائد 75 يساوي 77 هاي ما إلها معنى هدول دنانير بينما هدول قروش واحد كان معا مثلا خمس دنانير و75 قرش دنانير هاي جوردينيان دينار زائد معا 75 قرش بياستر يمكن المهم في عملية حسابية واحد إيجا أعطاه جمع زائد إنه جمع له زائد إيجا أعطاه دينارين 2 جوردينيان دينار وأعطاه كمان 20 قرش هل بقدر أجمع أنا الخمسة هاي مع العشرين قرش هاي؟ لا بقدر أجمع الدينارين هدول مع الخمسة و75 قرش هاي؟ لا أنا شو بأعمل؟ بجمع الدنانير لحال وبجمع القروش لحال النوعيات المتشابهة بتنجمع مع بعض سبع دنانير والنوعيات المتشابهة بتنجمع مع بعض 95 قرش لما أجمع بجمع الحدود الجبرية المتشابهة مع بعض هالبعض الدنانير لحال لقروش لحال التفاحات لحال البردقانات لحال هيك لما بدنا نجمع بدنا نتعود يا جماعة الخير نجمع المتشابهات مع بعض هالبعض مش أروح أنا أجمع الـ X مع الـ Y ولا أطرح الـ X مع الـ Y لا ما بيسير اللي متل بعضه مع بعضه نرجع لموضوعنا نثبت المتغير لما بدي أجمع أو أطرح ونطبق عملية الجمع والطرح حسب السؤال تعالوا نشوف هذا المثال أكتب المقادير الجبرية التالية في أبسط صورة تعالوا نشوف كم من حد جبري هون الحد الجبري الأول اسمه 3X بس 3X لأنه إشارة السالب هاي مش لإله هدي للـ 3Y يبقى الحد الجبري التاني اسمه سالب 3Y بس لأنه السالب مش لإله للأربعة الحد الجبري التالت سالب أربعة والحد الجبري الأخير موجب 5Y عنا يا جمعة الخير أربع حدود جبرية بدي أجمعها مع بعض بس ما بقدر أجمع الحدود المختلفة مع بعض لازم تكون متشابهة في نفس النوع نفس الحرف ونفس الأوس 3X فيه إش جواته X غير هذا الحد لا معناتها وخليه إخطار 1 و 9 خليها 1 و 4 معناتها الثلاثة X بتنزل زي ما هي فيش إش بيشبهها طيب تعالوا لي الحد الثاني سالب 3Y وهنا موجب 5Y ولسه في عندي سالب أربعة هذا الثلاثة X نزل فيش إش بيشبهه نزلناه لكن السالب 3Y فيه إش بيشبهها موجب 5Y سالب 3Y موجب 5Y هدولة بيشبهوا بعض والدليل ال-Y اللي هون نفس ال-Y اللي هون والأس تبع ال-Y اللي هون نفس ال-أس تبع ال-Y اللي هون الحرف والأس لازم يكونوا متطابقين يعني أنا ما بقدر أجمع ال-Y تربيع مع ال-Y ما بقدر أي نعم نفس الحرف بس الأس هون اختلف طبعاً لمنهش أس أس واحد بالتالي أنا ما بقدر أجمعهم هذه العملية باطلة باطلة إنها تنجمع أجمع و-Y تربيع مع و-Y كيف بدي أجمع أو كنفس الحرف بس هذا أسه شيء وهذا أسه شيء تاني لازم يكون نفس الحرف يعني نفس المتغير يعني نفس النوع ونفس الأس علشان هيك السالب 3Y هدي بقدر أجمعها مع الموجة بخمسة Y الY هاي نفس الY هاي والأس تبع الY هاي نفس الأس تبع الY هاي يلا نجمعهم يلا سالب 3Y وموجة بخمسة Y لقد اختلفت الإشارة هنا سالب 3 هنا موجة بخمسة عند الاختلاف نطرح ونضع إشارة الأكبر سالب 3Y وموجب 5Y نطرحهم 2 ونضع إشارة الأكبر زائد 2 زائد 2Y نثبت المتغير يعني الY بتضلها زي ما هي مش يجي واحد يحكي لي تربيع ليش إن شاء الله بدي أجمع الأسس إحنا عنده ضرب تجمع الأسس في ضرب هون فيش ضرب هون إذن ليش دي أجمع الأسس بيضل الأسس على ما هو عليه طيب إحنا الثلاثة X نزلناها والسالب 3Y مع الموجب 5Y حكينا بتعطيني موجب 2Y السالب 4 فيه إشي زيها لا تنزل زي ما هي ما فيه إشي زيها واحد بقول لك يا أستاذ أنا مش حابب أكتبها هيك أنا لمحت سالب 3Y وموجب 5Y بشبه بعض بلشت فيهم فأقولت سالب 3Y زائد 5Y اختلفت نطرح ونضع إشارة الأكبر اللي هي 2Y وبعدها نطلع التلاتة X فيش إشي بشبهها نزلتها هي وإشارتها اللي ملوش إشارة إشارة موجب نزلتها موجب 3X وحبيت أحط السالب 4 في الآخر هل حل لها بقى صح؟ منقول له صح وبتأخذ علامة كاملة كمان على طبه وبيختلف عنها لا ما بيختلف اختلف الترتيب لكن الحدود هي هي والدليل تعالوا عطوني الألم الأخطر تعالوا الثلاثة X إشارتها هون شو؟ موجبة والثلاثة X إشارتها هون شو؟ موجبة لحد هلأ لحد هاد نفس الحد هاد ل2Y إشارتها شو؟ موجبة طب والثلاثة Y هون إشارتها شو؟ برضو موجبة لحد هلأ نفس الحد طب والسالب 4 هاي هي نفسها السالب 4 هاي معناتها العبارة هاي تكافئ العبارة هاي هذا الجواب هو نفسه هذا الجواب من وين ما بتكون تبلشو بلشو؟ بس المهم الجواب يطلع صح إذن لما بدنا نجمع الحدود والتجميع بشمل جامع وطالح لما بدنا نجمع الحدود الجبرية لازم يكون نفس الحد بالضبط حتى أقدر أجمعه مع غيره تعالوا بدنا نشوف هذا يابا يشوفي حدود أول حد شو هو تلاقي السالب مش لإله السالب للواي تربيع تاني حد مين سالب واي تربيع تالت حد مين سالب أربعة إكس تكعيب رابع حد مين موجب خمسة واي آخر حد مين موجب ستة حد حدين ثلاث أربعة خمسة خمس حدود بدي أجمع المتشابهات أنا لمحت إنه الحد الأولين ثلاث لمعه لإكس ولا واي الحد الثاني سالب واي فيه جوات واي وعليها تربية الحد الثالث سالب أربعة إكس تكعيب جواته إكس والإكس عليها تكعيب والحد اللي قبل الأخير موجب خمسة واي جواته واي بس الواي ما عليها أس والحد الأخير عدد لحاله لا معه لا إكس ولا واي هذا بيشبه هاد ولا لا هاد التلات وهاد الحد اللي هو الستة موجب ستة لا جواتهم لا إكس ولا واي يبقى هدول بيتاخدوا مع بعض تعالوا تناخدهم مع بعض تلات وانتبهوا لي للإشارة تلات زائد ستة التلات زائد ستة اللي هي تسعة بس هادولا بيشبهوا بعض السالب واي تربيع بيجي طالب بقولك يلا اجمعها مع الخمسة واي كيف بدك تجمعها هاد الواي عليها أس هاد الواي ما عليها أس إذن هادولا مش نفس النوعية تفاح وبردقان هادولا بيشبهوش بعض ما بقدر أجمعهم بلزلهم زي ما هما السالب واي تربيع فيش إش بيشبهها هايها نزلت طب السالب أربعة إكس تكعيب برضو فيش إشبهها بتنزل وأخيرا الموجة بخمسة Y بدها تنزل إذن يا جماعة الخير لما بدنا نجمع حدود جبرية لازم الحدود الجبرية تكون متشابهة حتى أقدر أجمعها طيب تعالوا نشوف هون مسألة معطيني فيها 2X ناقص 3 زائد 3X زائد 5 مسألة تانية 2X تربيع ناقص 3X تربيع زائد X ناقص 7 وهلأ أنا بحط كمان مسألة من عندي شو رأيكم توقفوا الفيديو شو رأيكم توقفوا الفيديو تحلوهم بعدين ترجعوا تتأكدوا منهم دايما 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 لما بدنا نجمع حدود جبرية لازم تكون هذه الحدود من نفس النوعية النوعية هاي 2X بس السالب مش لإلها للتلات يبقى الحد الثاني سالب 3 الحد الثالث موجب 3X الحد الرابع موجب 5 المتشابهات مع بعضها البعض تعالوا نشوف التنين X هاي راح تتاخد مع الموجب 3X نفس النوعية ها نفس الحرف ونفس الأس نفس الحرف ونفس الأس هدول مع بعض تنين X يجمعوا لها 3X كم من X راح تعطيني 5X يا أستاذ تربيع لا يا أستاذ مش تربيع لا يا حبيبي مش تربيع هو خاطرك التربيع بدك تحطه ألم هون في أس واحد هون في أس واحد بقولك آه لكن هل أنا ضربت إحنا عنده الضرب تجمع الأسس هل أنا عمالي بضرب لا أنا عمالي بجمع يعني بجمع وبطرح يبقى نثبت نثبت هايها نثبت يعني ما بقدر أقول X تربيع النوعية نفس الأشي قال والله بردقانتين زائد 3 بردقانات يساوي 5 برتقالة تربيع من وين جبت 5 برتقالة 5 برتقالات 5 X مش 5 X تربيع ما منجمع الأسس إلا في حالة الضرب أنا مش عمالي بضرب 2 X زائد 3 X هي 5 X وهذا السالب 3 عدد لحاله بشبه الموجب 5 العدد لحاله يبقى هدولا مع بعض وإذا اختلفت الإشارة نطرح ونضع إشارة الأكبر موجب هيك أنا أخدت علامة كاملة إذن الجواب النهائي حتى الطالب كيف بده يعرف بالله الكل ينتبه حتى الطالب بيبده يعرف حلو صح ولا لا الجواب النهائي ما في جواته حدود جبرية متشابهة هذا جواته X وهذا ما في جواته X هذا البشبهوش بعض خلص يبقى على ما هو عليه تعالوا نشوف السؤال الأخير هذا 2X تربيع أول حد اسمه 2X تربيع تاني حد اسمه سالب 3X تربيع نفس الحرف ونفس الأس حيتجمعه مع بعض زائد X بس الأس ما عليها تربيع هو أوكي نفس الحرف بس مش نفس الأس مش بهم مش والسالب 7 مع هاش لا X ولا 1 معناتها يا جماعة الخير هون في عندي حدود جبرية متشابهة اللي هم اللي أولانيات 2X تربيع ناقص 3X تربيع هدول بتجمعه مع بعض نفس الحرف X ونفس الأس لكن هادا فيش اش بيشبهو قال يا أستاذ X نفسهم آه بس مش نفس الأس يبقى هادا رح ينزل والسبعة فيش اش عدد لحاله غيرها بتنزل بينما هدول بدنا نجمعهم 2X تربيع ناقص 3X تربيع 2 ناقص 3 للتنين اللي هي الموجب إذا اختلفت الإشارات نطرح سالب 1 ونضع إشارة الأكبر طبعا من نفس النوع اللي اسمه X تربيع سالب 1X تربيع زاد X لحظوا يا جماعة فيه هون عبارة نثابت يعني رح تضلها X تربيع رح تضلها X تربيع مش حدا يحكي لX قوة 4 ولا X قوة 0 نفس القس اللهم هون الشغل في المعاملات 2 ناقص 3 اللي هي عبارة عن سالب 1 بينما الطالب بقول لك أنا الواحد هذا بدي شكت وعادي بيطلع لك يعني لو طالب كتبها هيك سالب X تربيع زاد X ناقص 7 100% صح طالب مش حابب يبدأ بالسالب X تربيع طالب حابب يبدأ بالX بعدين يحط السالب 7 وآخر إش يحط السالب X تربيع محدش بقدر يحكي له غلط طالب تاني حاب يبدأ بالX بعدين يكتب سالب X تربيع وآخر إشي يكتب السالب سبعة ما حدا بقدر يحكي له غلط نفس الحدود ترى هاد نفس هاد نفس هاد طالب علي مزاجه على الآخر وقال لك أنا بدي أبدأ بالسالب سبعة وبعدين أحط الزائد اكس وبعدين آخر إشي أحط السالب اكس تربيع محدش إلو عنده طالب حبي يبدأ بالسالب سبعة بعدين يحط سالب اكس تربيع وآخر إشي موجب اكس محدش إلو عنده كلياتها نفس الحدود بس أهم إشي أنا لما اشتغلت جمعت الحدود الجبرية المتشابهة أما الحدود اللي فيش إشي بشبهها نزلتم تعالوا شوفوا الصفحة الثانية شو بيحكيلي فيها بيحكيلي فيها بدي أضرب وأقسم المقدير الجبرية هاي بدنا نخليها حصة لحالها خلينا نوقف عند هون نتلاقف الحصة إن شاء الله رقم 12 الله يعطي لكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة